اخطاء في لحام الميك درس سريع ومفيد شرح اخطاء الدرس الثاني في لحام الميك لما شافش الدرس الاول والتاني يقدر يدخل على القناة ويشاهد الحلقات اللي فاتت من الدورة هنتعرف على الاخطاء وازاي تعالجها من الاخطاء المهمة وخصوصا في بداية التعليم 1. عدم التحكم في حركة الايد اسناء اللحام 2. كتم الترش 3. عدم انتظام الخطوة 3. عدم التحكم في حركة ايدك اسناء اللحام 4. سببه عدم التحكم في اعصابك بيقدي الى عمل خط الحام غير جيد 5. الموضوع كله عبارة عن اعصاب 6. حتى تلاقي اللحامين اللي شغلهم بروفيشنال عالي وشغله مفهوش جلطة 7. بتلاقيه اعصابه قوية 8. ولما يمسك الترش او البنسة بيتحكم فيه زي السائق العربية 8. وبالتالي كده عرفنا رقم واحد تقوية الاعصاب اليد 9. وطبعا فيه تمرين بتاوي الاعصاب اليد 10. وتقدر تاوي بها اعصاب ايدك 10. تاني نقطة 10. للاستعداد للحام 10. لما بتشيل شيء بتستعد قبلها 11. لما بتسوق العربية بتستعد قبلها 12. نفس النظام اللحام بيحتاج الاستعداد قبل اللحام 11. وطبعا الوقفة الصحيحة عامل اساسي 12. طبعا انت هتقول لي انت عمالة تقول الوقفة الصحيحة الوقفة الصحيحة 13. اقولك اه اهم شيء واهم نقطة الوقفة الصحيحة 14. هقولك ازاي توقف وقفة صحيحة وتستعد للحام 15. اول حاجة بتثبت رجلك في الارض ان انت متكنش مهزوز 15. طبعا كل وضع ليه وقفة 16. لو وضع اللحام بيحتاج تسند بيدك تسند 16. ولو اللحام محتاج ان انت تقعد برضو مفيش مشاكل بتقعد 16. تعالوا نشوف فسان نشوفوا الوضع ده 17. هل الوقفة دي هتخليك تكمل السلكة للاخر 17. ولا هتتيجي في نص السلكة 18. وهتحتاج تعدل الوقفة 18. هو ده المقصود ان انت توقف وقفة تكمل معاك السلكة للنهاية 18. فلازم قبل ما تبدأ اللحام تحرك ايدك بالطرش او البنسة 19. وتشوف الوقفة هتجيب معاك لحد فيه 19. ثاني قطق معانا كتم الترش في المعدن 19. بيسبب لازق الترش في المعدن 19. وبيسبب عدم توزيع الحرارة الكافية 19. وبيسبب عدم كفاءة قط اللحام بشكل صحيح 20. ازاي تعالج المشكلة دي 20. زي ما حضراتكم شايفين 21. هنا الفرق بين السلكة اللي خرجة من الطرش والمعدن 22. تكليها متقلش عن واحد ملي 22. طبعا اول ما بتضرب في المعدن 22. وبتبدأ تنور بالطرش 23. بتأكد وضع الملي اللي قولنا عليه 23. وتحافظ على المسافة دي لحد نهاية القط 24. وبكده هتطلع شجل 100% 25. نيجي لثالث حاجة 25. عدم انتظام الخطوة 26. طبعا كده اتطبقنا اول خطوة 26. التحكم في اعصابك وتحافظ على مسافة الطرش 27. فاضل الانتظام في الخطوة 27. ازاي تحافظ على الانتظام في الخطوة 27. لو طبقنا الكطوتين اللي قولنا عليهم 28. هتقدر تحافظ على انتظام خطوتك 28. لان التلات خطوات بيكملوا بعد 28. بس هنوضح اكتر تالت نقطة 29. مثال جبنا بلتة وبالساروخ عملنا خطين قريبين من بعض 29. الخط ده رقم واحد 30. والخط ده رقم اثنين 30. نقطة بداية نقطة بداية ضرب الطرش هتكون رقم واحد 30. ونقطة نهاية هتكون رقم اثنين 31. وتبدأ تطبق الخطوتين دول لحد نهاية عمل القط اللي حامل 31. ما تكركش عن الخطين نفس السرعة اللي بتمشي بيهم 31. حافظ عليهم هتطلع شجر اللي هياجبك 32. ما تكليش حد يائسك استمر وربنا يوفق الجميع 33. فعملنا جروب على الفيسبوك 33. تابعونا وعليه 33. علشان هنجمع ان شاء الله فيه 33. مئة الف مشترك معنا 33. هيكون اجانب وعرب 34. وان شاء الله الجميع يستفاد منه 34. وكل اللي عنده سأل يسأل فيه 35. واللي عنده معلومة ينزلها 35. لو حسيت ان احنا بنتعب في الشرح 36. علشان حضرتك 36. تستفاد 37. تشترك معنا واضجط اعجاب 37. وبكدة انت بيدعمنا 38. اشوفكم على خير في الدرس القادم 38. تكملة الدورة 39. سلام عليكم 39. شكرا